اسم إبليس يا ترى إيه اللي بيجي في بالك لما تسمع الاسم ده بعض الناس بيجي في بالها الشكل ده وناس تانية بتفكر في الشكل ده أو ده أو ده مش مهم الشكل خليني نرسمه مؤقتا بالشكل الكارتوني ده السؤال الحقيقي المهم هو كيف كيف سقط إبليس من المكانة العظيمة اللي كان فيها عند الله سبحانه وتعالى إلى المكانة الوضيعة دي كيف وصل به الحال إلى أن يصبح رمز للشر الخام والسوء والقبح والفساد والإجابة هي سلسلة الخطايا اللي ارتكبها إبليس وخلينا فجأة هل تعلم عزيز الإنسان أنك أنت أيضا أحيانا بترتكب هذه الخطايا؟ أيوة أنت خلينا شرح تعالى نسترجع اللي حصل في البداية لما خلق الله آدم عليه السلام قعد إبليس يتأمله ويلف ويدور حواليه ويتركه بأصبعه ونظر ليه باستخفاف ما عجبوش أنه أجوف وهنا كانت أول غلط وهي أنه جعل نفسه المعيار الأصل والمقياس قاس على خلقته هو أنا من نار النار أفضل من الطين رغم أن كلها من خلقة الله وده كان أول قياس فاسد في التاريخ زي ما بيقول بعض العلماء أنا خير منه ما بيفكركش بحاجة القياس ده أنا خير منه عرقي أحسن من عرقك جنسيتي أحسن من جنسيتك قبلتي أحسن من قبلتك كلها سيم سيم مش صح ولا إيه بعدين تخيل إبليس واقف فحشد عظيم من الملائكة وكلهم سجدوا لآدم استجابة لأمر الله معدى إبليس رفض يسجد ووقف مستكبر يا أخي من فين جاب الجرأة والوقاحة دي خلقتني من نار وخلقته من الطين يا أخي حتى لو قياسك الفاسد صحيح وإن النار أفضل من الطين إزاي تجرؤ وتعصي أمر ربنا بالسجود إزاي تجدله أصلا هنا كانت الغلطة التالية ربنا أمرك تسجد اسجد ولا تناقش أنت أيضا عزيز الإنسان أحيانا بتكرر الغلطة دي ربنا بيناديك خمس مرات في اليوم عشان تسجدله فتمتنع وتتعذر بأعذار واهية وكتير بتجادل في أوامر ربنا الوطح وتناقشها بمنطقة أو ما تظن إنه منطق كانت نتيجة العصيان ده اللعن والطرد قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وقتها تراكم في نفس إبليس كره فوق كره لسيدنا آدم عليه السلام كره العنصرية وكره التسبب في اللعنة والطرد ومن وقتها بدأت الحرب حرب كانت أول نتائجها إغواء آدم وحواء بالأكل من الشجرة وآخرها هيكون يوم القيامة بأفواج الناس اللي هتدخل النار بسبب سرها وراء وساوس إبليس حرب استخدم فيها إبليس أقوى سلاح وهو تزيين الباطل أشوفكم الفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر